واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 750 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات 251 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 56 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعيرة تم ضبط 120 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 15 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 459 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و155 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات 82 طن ترجمة نانسي قنقر